أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جاني محمد باندي أن التكريم الأممي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمنحه لقب قائد للعمل الإنساني كان مستحقا بفعل سجل الكويت اللافت للنظر على الصعيد الإنساني العالمي باندي وبمناسبة زيارته الرسمية للبلاد قال إن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الكويتيين خلال الزيارة ركزت على الكيفية التي يمكن للكويت بها مساعدة الدول المحتاجة سواء بشكل فردي أو عبر جهود مشتركة مع الدول الأخرى مضيفا أن مناقشته مع سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تطرقت أيضا إلى الدعم الذي تقدمه الكويت لأوكلات الأمم المتحدة